ترجمة نانسي قنقر 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 طبعاً نانسي قنقر or وطبعا عشان نعرف الضبط النقاط التلاقي هذه عبارة عن شنو هي النقاط مرة ثانية اللي ينصدم فيها التوبروتونز مع بعض وفي هذا المكان اللي ينصدم فيها التوبروتونز مع بعض محتاجين أن نحن نصيد كل القراءات اللي تطلعنا وراح يتم الشي هذا عن طريق ستي ام اس أو سيرونويد كومباك ديتكتور واللي هو عبارة عن شنو عبارة عن 3D كاميرا لكن بحجم طبعا كبير ومليان من والوايرات والسنسر وممكن أن يأخذ 40 مليون صورة في الثانية الوحدة وطبعا الوزن لهذا الشي تقريبا يوصل إلى أظن 14 طن ومدفون تحت الأرض بعمق 100 متر وهني طبعا عندنا الشكل الثاني هذا الشكل هنقول الأفقي أو الشكل الجانبي للسي ام اس ديتكتور نفسه هذه مجموعة من السنسرات اللي موجودة حول النقطة اللي يصير فيها التلاقي وهنا إذا شفنا الصورة هذه راح نشوف البايب الصغير هذا أغل مكان اللي يتم فيه تلاقي بين التو بروتونز اللي احنا أطلقناهم في البداية وبس يحصل الانفجار أو يحصل الكلجين بين التو بروتونز راح تطلع معانا كثير من الطاقة والطاقة هذه راح تتحول شوي شوي إلى بعض الجسيمات وطبعا هذا يذكرنا بالشيء الأساسي اللي اقترحه أو اللي اكتشفه أينشتاين اللي هو ال-E تساوي MC سكوير لأن الطاقة هي مرتبطة مباشرة بالماس أو بالكتلة وشون يتم الشيء هذا بعد ما يتم الانفجار أو يتم نقول الكلجين إذا شفنا هنا بشكل أفقي اللي راح يحصل هنا راح تكون نقطة الاتقاء بين التو بروتونز بعدها راح يتم تكوين بعض الجسيمات الصغيرة وبعدها ينتهي المطاف إلى بعض السنسرات اللي تقرأ هذه الجسيمات الناتجانها وبعد ما تتحول والعلماء هناك شي سوون بالضبط يأخذون القراءات اللي موجودة هنا ويحاولون يمشون بالعكس ويشوفون بالضبط هل في جسيمات أخرى تكونت معاهم قبل لا تتكون الجسيمات النهائية ولا لا مثل الهيكس بوزون أو غير ذلك من الجسيمات وطبعا سير المواكفة عند هذا الحد كذلك عندهم خطة لتطوير العلاج سيء أو المسرع عشان يقدرون يطلقون بروتونات على سرعة أكبر من ذلك الخطة في المستقبل أنهم يكونون LHC أو أكسراريتر بطول أو بمحيط تقريبا 100 كيلو متر طبعا الحجم هذا كبير جدا وراح يكون المرة بعمق 200 متر تحت الأرض وإلى الآن العملية هذي كلها تحت التخطيط وهذه راح تخلص تقريبا على حسب ما أعلنه تقريبا بـ 2040 أو يمكن قبل ذلك والأكسراريتر الجديد اللي موجود عندنا تقريبا أو اللي ناوين يسوونا تقريبا حجمها بالنسبة للكويت راح يكون بهذا الحجم عندنا هنا الدائرة الصغيرة هذه هي الـ LHC القديم أو الأكسراريتر القديم وكذلك عندنا في المستقبل راح يكون الأكسراريتر الجديد بهذا الشكل ونشوف طبعا حجمها بالنسبة للكويت كبير جدا وتقريبا يعني ما أخذ مساعة المطار وكثير من المناطق السكنية طبعا أحد الأشياء الأساسية اللي سير مهتمة فيها مثل ما قلنا في البداية اللي هي knowledge transfer مهتمين بهذا الشيء لذلك يجيبون طلاب من كل الجامعات باحثين من كل الجامعات ويحطونهم في مكان واحد ويقول لهم هذا اللي موجود وساعدوننا كذلك في الوصول إلى هداف هذه المؤسسة بعض الأشياء اللي اكتشفتها سير أو اللي لها contribution و impact مباشر لها عندنا بعض الأبحاث في الكوانتم الشبكة العنكبوتية اللي احنا نعرفها كانت بدايتها وين كانت بدايتها في سير عندهم أيضا بعض contributions على medical levels بالأخص على CT scans وأيضا على theory level تم اكتشاف الhex boson باستخدام طبعا lexerreatable detectors اللي موجود اللي هو أثبت النظرية اللي تكلم عنها hex biter أو biter hex أظن اسمه بالخمسينات وتم تحقق منها بشكل كامل في 2012 طبعا جامعة الكويت وعلاقتها مع cms علاقة تعود إلى 2017 بدأ الكلابوريشن وطبعا كل الكلابوريشن فوندد من كيفاس وعندنا كثير من الباحثين حاليا actively contributing للcms experiment وكذلك أرسلنا كثير من الطلبة بالأخص في summer program بالإضافة إلى اللي ذكره الدكتور علي المدرسين اللي تم إرسالهم إلى هذه البرامج التعليمية وغير ذلك هذه كانت نبذة بسيطة ما أدل إذا فيه أي سؤال منك دكتور علي أو حتى من الطالبات لا دكتور أنا ما عندي أي سؤال بس أشكرك على التغطية والنبذة هذه المهمة واللي وضحت أهمية سيرن في عمل أبحاث جسيمات الفيزيائية وإن شاء الله نسمع بعد من الطلبة إن شاء الله يأتيكم العافية نورة وجنة وفاطمة شونكم الله يعافيك الحمد لله تمام الله يعطيكم العافية نبي واحدة منكم الحين تقول لنا بالضبط شوية نقول مثلا عن خلفياتكم الأكاديمية وشلون انضميته إلى برنامج سيرن الصيفي يأتيكم العافية معاكم نورة الخالدي طالبة ماجستير تخصص هندسة الكمبيوتر في جامعة الكويت سمعت عن هذه الدورة عن طريق مؤسسة الكويت التقدم العلمي بالأخص مواقع تواصل الاجتماعي ودخلت وركشوب سيرن سي في رايتنج عشان نتعلم شون أكتب سي في أقدم فيها على هذه الدورة والحمد لله قدمت وانقبلت فيها وكان الشيء المركزة عليه الجانب التكنولوجي يعني ببداية كنت متخوفة من الجانب الفيزيائي صافينا متخصص هندسة الكمبيوتر لا شدش معها الفيزياء بس الحمد لله كان لحد الحين تجربة ممتعة ممتاز ونسمع بعد كذلك من جنة وفاطمة يمكن شلون خلفيتكم الأكاديمية وكذلك شلون أمميته إلى البرنامج الصيفي يعطيكم العافية أنا بالنسبة لي والله كنت أذكر لما سمعت عن البرنامج كان وقتها قاعد أطبق مشروعي التخرج وللأمانة فكرت أن ما رح يمديني وللأسف أني طوفت الفرصة أول مرة فكان عندنا زميلة في نفس الشعبة بالجامعة راحت واستفادت وايد وقالت يعني من أحلى الأشياء اللي سويتها بحياتي فوايد شجعتنا أن نقدم على الفرصة وإحنا نفس أنا عن نفسي نفس نورة كنت سامعة أنها حق الفيزيسيسيست الماثماتيشين الأنجينير فبالي في البداية كنت أحس أنه يمكن هذا ما مكاني ويمكن أنا أصلا ما أكون قد يعني هذا المكان فبالعكس وايد الحمد لله أني قدمت وباقي فاطمة يمكن نسمع مناش كذلك أنا نفس الشي بس أنا بالبداية أول مرة سمحت عن هالبرنامج كان سنة طافت بداية السنة تقريبا كان دكتوري عندي بالجامعة قال لي عن هالبرنامج ففكرتني أقدم بس هم كان لواية مشروع التخرج والتذي فخفت أنه يكون يعني شي ممكن أنه يعني شوي يوخرني عن مشروع التخرج فعقب ما واحدة من زميلاتي راحت وقالت لنا عن تجربة وشوقتنا الصراحة فقدمنا هالسنة والحمد لله انقبلنا ونفس الشي من نفس ما قالوا زميلاتي فعلا هو مكان للفيزيا بس لأن الفيزيا هي بالنهاية الديتا أو المعلومات اللي يأخذونها من هالأكسلريترز أو مثل ما ذكرت أستاذ فواز بالنهاية يحتاجون أن يحطونها بأماكن أو ويحللون هذه البيانات فكل هذه الأشياء تصير عن طريق الكمبيوتر فهنا نحن يدورنا فأغلب الـ CMS Department صادفنا أشخاص لهم بمجال الكمبيوتر ممتاز تمام زينة إذا سألنا سؤال عام شنو أكثر شيء يفاجأكم لما اشتغلتوا في بيئة بحثية مثل سير صراحة أنا أكثر شيء يفاجأني ذكرتها دكتور فواز اللي هو الشبكة العنكبوتية WWW نتم إنشاء في سيرن في سنة 1990 منذ ما ذكرت أن عمل المكان فيه زيائي بحث فأنا شفت أن بداية التكنولوجيا التطور التكنولوجي والثورة التكنولوجية في WWW الشبكة العنكبوتية كان هنا في سيرن فهذا أكثر شيء يفاجأني أيضا أنا حب أضيف أن التنوع بالدول والثقافات كان يعني شيء وايد حلوء جميل أن أنت تنغمس بكل هالدول من جميع أنحاء العالم وتتعرف على طريقة أن شلون كل شخص ممكن يفكر أو حتى الفرص اللي ممكن إحنا ككمبيوتر انجينيرز تكون يعني لنا فرص بدول ثانية أو أماكن ثانية إحنا ما نعرف عنها ممكن نتعرف عليها من خلال هالأشخاص اللي قابلهم في هالمكان فعلا ومع أن أغلب الناس اللي هنا يعني يكونوا مثلا عندهم يا ماستر أو دكتورة التواضع اللي شفته يعني ما شاء الله وايد نقدر نقتدي فيه لأنه مثلا ما عندهم فرق التسميات ما يعترفون بشيء أنه والله أنت أعلى مني وايد يشتغلون كفريق وهذه العلاقة اللي بينهم شيء جدا يعني أنا كنت خايفة أنه مثلا أتعامل مع يعني ناس اللي ممكن تكون جدا ثقافتهم أعلى من ثقافتي لكن ما حسنت بهالشي فالحمد لله مفاجأة حلوة الحمد لله تاما تاما بالأكس هذا شيء فرح لكن الحين بما أنتوا كنتم موجودين هناك في الصيف وأظن كملتوا شهر ونص إلى الآن صح؟ فشلون كنتوا تقدرون تديرون وقتكم وتتعلمون كذلك الأشياء الجديدة في سيره؟ بالنسبة للمحاضرات وتقسيم الوقت أغلب المحاضرات تكون الصبح من ثمان ونص أو من تسع إلى إثناش عقوب في تقريبا بريك هذا الجدول اللي حطينا سيرهن لنا عقوب في بريك بعدين نشتغل على المشروع والووركشوب تكون هم عقوب بريك من ساعة ثنتين إلى ساعة تقريبا أربعة بس بالنسبة للمشروع وتقسيم الوقت أنا شخصيا أحب أقسم المهام أبتدي من الأسهل وأروح للأصعب إذا خلصت المهام أكثر وهي تكون سهلة تحفزني أن أخلصت الأشياء الصعبة فهذا بالنسبة لتقسيم الوقت تايم مانجمينت للتاسكس زين الحين أنتو كل واحدة فيكم اشتغلت على المشروع مع different advisor عادل زين إذا ممكن كل واحدة فيكم تعطينا بالضبط وصف بسيط على المشروع اللي اشتغلت عليه وهل عليه impact مباشر على التجربة أو شي فيدي التجربة فيه إحنا تقريبا كلنا نشتغل بمثل ما ذكرت CMS department أنا عن نفسي أشتغل على مثل سيستم نحن نحاول نقوم بمثل سيستم أن يكون مستخدمة لكي يفعل جنريشن حق الكنتينير إمجز بحيث أن يشوف ما هو الأشخاص أو اليوزرز اللي حاليا قاعد يستخدمون هذه الكنتينير إمجز ما يحتاجون من كمبيوتشن الريسورس وعلى هالأساس يكون البردوش البردكشن أو أننا ننتج فهذه الإمجز بشكل أوتوماتيك وهما نحرص أن يكون نفس ما أهم يبون على رغبتهم فهذا بشكل أساسي الفكرة مشروعي طبعا أستعمل فيه العديد من السوفتويرز العديد من الأشياء وبالنهاية هو فيه مع هذا الشغل البروجيكت هم أطلوب مني أن أنا أسمي مثل يوزر مانويل أو خطوة بخطوة إنه ريبورت حق الأشخاص اللي ممكن يستعملونه كيف يمكنهم استعملون هذا السوفم هذا بالنسبة لي بالنسبة المشروعي أشتغلهم بالCMS وCMS Core Software Team السوفتوير الخاص بالCMS experiment يقسم قسمين أوفلاين وونلاين الشغلة حاليا على الأفلاين البيك داتا التي تتكون كل ما يصير في تصادم الجسيمات يتم حفظها في الديتابيس خاص بسرن وحاليا نحن تساعدها بحطة HTML جدا بسيط وصعب البحث فيها والإكسبرت بنفسها فيها باكيجز فيها تقرب 600 باكيج فيها فلايبورز واركتكترز وغيرة فعملية البحث جدا صعبة للساينتست والكبيتر الجنيرز هني فشغلي أن أسوي يوزر انتلفاز أو يوزر فرينلي ويبسايت لتسرخ ودسبيل ونظر كل هذه المساعدات واركتكترز وغيرهم للCMS أوفلاين سوفتوير أنا أشتغل مع سوفتوير اسمه كراب وهم أسوه هني بسرن عشان مثل ما تعرفون في ويد باحثين ايون سرن ويحتاجون أن they access data مالت الديتكترز اللي هي تشوف التصادمات اللي قاعد تطلع من الـ LHC فهذول الباحثين يحتاجون مثل نوع من انترفيس يقدرون يدخلون عليه عشان يشوفون هذه المعلومات فإحنا عندنا جروب في سرن يشتغل على هذا السوفتوير ومثل ما الكل اللي عارف يعني دايما أن السوفتوير ستحتاج سوفتوير ففي شيء اسمه continuous integration and continuous deployment أو CICD اللي هو عملية شلون تسوي سوفتوير أبديت بضغطة زر بطريقة تلقائية فأنا شغلي يطور من هذه العملية يخليها أسرع عشان إذا يو بيسوون مثلا أبديت معين ملازم يشغلونه ولازم ينطرون كان قبل سبت دقايق شيء شذي وأنا الحمد لله أن قدرت أوصل حق نص الوقت زين أنتوا الحين كلكم أظن طلاب سنة رابعة عادل وعندنا طالبة ماجستير اللي هي نورة صح؟ صح زين الحين من المفاهيم اللي تعلمتوها في الجامعة أو في قسم الكمبيوتر شنو بالشيء أقول اللي يساعدكم بشكل كبير حيث أنكم تقدرون تطبقون هذه الأشياء داخل سن وهل اضطريت أنكم تتعلمون على أشياء جديدة كذلك نيو تولز مثلا نيو كونسبت وغير ذلك بالنسبة لي تقريباً أول السبوعين كانوا كلهم دورات دورة على بايثون دورة على فلاسك كله اللغات البرمجية اللي استرطلتها في هذا المشروع وبالنسبة للمفاهيم اللي تعلمتها في الجامعة كان الوب ديفلوبمت خليتها كماد اختيارية بالبكاليريوس حالياً قشتر على جافا سكريبت فهذا من الأدوات اللي تعلمتها في الجامعة ولكن كتعلم أول السبوعين كانوا دورات مكثفة على كشيء قشتغل عليه حالياً كان عندهم في سرن شيء اسمه Open Lab Lectures اللي هي مثل محاضرات لكن عملية فتدخل مع اللابتوب وتقدر تبرمج مع الشرح اللي قاعد يشرح فهذا الشيء كانوا ممتع بالنسبة لي ويتعلمت أشياء عن المشين ليرنينج وخصوصاً إنهم يعلمونك شون قاعد تطبق هني في سرن على الدتكترز فالالغورثمز والأشياء اللي شفناها يعني انبين إنه من أحدث الالغورثمز هذا الشيء وايد فادني واضطريت إنه أتعلم شون أستخدم طول اسمها Docker اللي هي تعتبر مثل container أو environment يعني enclosed environment تقدر تحطها مثلاً بأي جهاز وعلى طول ينفذ الكود اللي تبي فهذا شيء وايد مفيد وأدري إنه وايد يستخدمونا في سوق العمل الحمد لله أنا قدرت أتعلمهني أنا أقدر أذكر يعني خلال سنواتي دراسية بالجامعة تعلمت وايد أشياء ممكن إنها فادتني بالجامعة أخذيت التوفيكس هذه من ناحية نظرية أو ثيرتك الأكثر فكان وتقريباً كل شيء تعلمته بروحي يعني مادة تعلمت فيها هالشيء مادة تعلمت فيها هالشيء فلما يتسر أحس إنه أنا أول شيء استعملت هذه المعلومات بطريقة عملية وغيرت شديد تعلمت شلون أستعمل كل المهارات مع بعض يعني شلون أشغل وممكن هذه هي أني حتى حق مستقبل إنبيئة العمل يعني هذه هي الطريقة فأحس يعني هذا اللي تعلمت من الجامعة ممتاز زين تشوفون التجربة اللي عالياً أنتم فيها هل راح تفيدكم بالحصول على مساعيكم ما سنقول الأكاديمية أو كذلك المهنية في المستقبل بالنسبة لي شخصياً أطروحتي الماجستير تتعلق بشكل كبير بالبرمجة وخاصة لغات البرمجيني أستخدمها حالياً وتعلمت عليها في سرن مثل البايثون والسيفر فلاسك وحتى الكماند لاين تولز مثل الباش فأغلب الوركشوب سأخذت هنا والأشياء التي تعلمت هنا وطبقتها راح إن شاء الله أطبقها في أطروحتي الخاصة بالبرمجة أنا بالنسبة لي كان مثل اكتشاف الأشياء اللي أحبها أكثر فمن خلال الدورات اللي حضرتها وشغل اللي سويتها مثلاً أدري أني راح أطرق على حق مجالات معينة إن شاء الله في المستقبل طبعاً أنا أتفق نفس الشيء لأنهما خلال اللي لكتشيرز أو البرنامج جصيف ينقسم حق البروجيكت نفسه غير إنه في محاضرات يومية لمدة شهر كنا نأخذها فهي تعطينا مثل من كل مجال شوية معلومات فأحس هذا شيء حين استفتت منه غير شيء طبعاً يعني وجود أني أنا راح تسر بسي في ممكن أني عزز السي في مستقبل زين الحين أنا خلفكم أشوف صورة شلي موجودة بالضبط نحالياً بلوكيشن السيامس بس طبعاً مواني دقان 0.5 yes this is the same as 0.5 so Zoltan if you can just move the camera all the way to the yes thank you تقدروا أن تشرحوا لنا بالضبط شكراً تشوفون هنا ماذا تفضل دكتور نفس الصورة اللي كتحاطها بالفرزنتيشن هذا اللي هو السيامس ديتكتور بشكل أفقي يبين يبين تصادم الجسيمات طبعاً هذه صورة اللي ورانا even though it looks real this is a picture بس it's a life size image of the actual detector yes طبعاً نعم هنا راح يكون طبعاً نقطة التلاقي بين هنقول التو بروتونز اللي راح نطلقهم عن طريق ال-LGC وطبعاً طول الديتكتورة تغريباً ممكن 41 متر ووزنة حوالي ممكن 14 طن وكمية الوايرات اللي فيه الأجهزة طبعاً شيء مهول وتغريباً يعني اللي موجود يعتبر يمكن من أصعب الأشياء اللي هنقول سواها الإنسان يعني في الوقت الحالي زين أخيراً يعني شنو النصيحة اللي تعطونها للطلاب اللي يناوين يقدمون مرة ثانية على برنامج سيرن الصيفي أو كذلك حتى للمشاركة في الأبحاث يعني مو شرط حتى عن طريق البرنامج الصيفي أنا بوجهة نظري أحس أن أي فرصة ممكن تحق أي طالب سواء كانت سيرن أو أي شيء ثاني ممكن أن تعطي الفرصة لنا يستكشف أو يوسع مدارك بأي مجال ما تدري شنو ممكن تروح تتعلم في وائد أشياء ممكن تتعلمها من نفس ما مثل ما قالوا زميلاتي نحن من البداية نحن مكان فيزييا ونحن كلنا تخصصنا كمبيوتر فما كنا نعلم ممكن أن نتعلم هنا فقط بالعكس وائد أشياء تعلمناها على مستوى المعرفي وأيضا على مستوى الحياة بشكل عام خصوصا أنه عندنا تنوع وائد كبير بثقافات فحتى طريقة التواصل وطريقة أنك تتعامل مع الناس من مختلف الخلفيات هذا شيء جميل أنك تعرف بالنسبة لي نصيحتي للطلبة خاصة اللي بقدمون على سامة البروغرام بأي تخصص كان إذا مستوى فين الشروط قدموا لا تفكرون هذا مكان فيزييا ولا مكان كبيوتر ولا غيرها إذا مستوى فين شروط يعني سيرن أدرة حطوا نشيئ يبون فيزييا يبون كبيوتر قدموا وركزوا حيل على السيبي أو السيرة الذاتية كل المهارات اللغات البرمجية اللي تحطونها اللي يصدش تعرفونها تحطونها بالسيبي راح تأثر على اختيار راح تحدد اختيار المشروع اللي تشتغلون في فأنا حمد كيت حاطة واب ديفيلفمت فقعش تغلو واب ديفيلفمت اللي حاطة بهايتن قعش تغلل بهايتن فأي شي تعرفون كل الشياء اللي تعرفون بحطوها كمهارات في السيبي وإن شاء الله المشروع اللي تشتغلون في راح يعزز من هالمهارات أتفق مع زميلاتي وآخر شي بقول إن الفرص هذا اللي يتينا سواء في البحوثات أو برامج أو اللي بيقدم على شهادة ماستر أو دكتورة مو شرط يكون عندك طموح في التدريس أو في البحوثات يعني مجرد مسيرة العلم هي شيء الواحد يستفيد منها ويد تطور من شخصيتها تطور من توجهها حق الحياة ومستقبلها فدائما نستغله هذا الفرص وخصوصا بهذا الوقت يعني لما تكون توقف مثلا طالع من الجامعة ما تدري شنو تهبي ويد ممكن تأثر على تفكيرك زين ونعيد مرة ثانية ونقول أن سيرن ماهي مكان فقط للفيزيائيين أي تخصص هندسي ممكن يكون موجود في هناك سيفل انجينيرز في سيفتي انجينيرز في ماثيماتيشنز في كيمبيوتر ساينتست وانجينيرز كيميست وكثير كثير من التخصصات فالكل ممكن يقدم أما خلال البرنامج الصيفي أو كذلك حتى من خلال برنامج الماجستير أو إذا كان موجود دكتوراه أو حتى يكون باحث داخل جامعة الكويت زين الله يعطيكم العافية مشكورين وما قصرت الله يعطيكم العافية أشكر دكتور علي بمجداد ودكتور فواز العازمي وطالباتنا ويعطيكم ألف عافية جميعا نتمنى لكم التوفيق وبإذن الله نلتقي فيكم في المؤسسة حين اجتياز الدورة بعد رجوعكم بالسلامة شكرا مشكورين يا مالدى